اشتركوا في القناة النادي الاهل مبارح على الوداد 2-0 الحقيقة اللي ساعدنا جدا مش بس النتيجة اللي ساعدنا واللي اساعدنا كلنا شكل واداء الفرقة شخصية البطل اللي ظهر بيها النادي الاهل سواء في الدفاع والهجوم تماسك الفرقة منذ البداية للنهاية حتى شفنا بعد ضربة الجزاء اللي اتحسبت واللي كل الدنيا شككت فيها الحقيقة شفنا تماسك غير طبيعي شنوي شد الكرة ياسر إبراهيم دخل على الكرة الحقيقة بمنتهى القوة كان معرض للإصابة ولكن دخل بقوة جديدة على الكرة عشان محدش يكمل الكرة وتتحط هدف فينا روح عالية جدا زي ما قلنا في الانترو اللي فات مع الأبطال قلنا انكار الزات والروح هتعود أي نقص فني موجود أي 11 لعيب يقدروا 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 ولكن الروح والأداء وانكار الزات والهدف اللي احنا عندنا الحلم الكبير أفريقيا اللي غايبة عنا بقى لحبة ولكن الروح مبارح شجعتنا جدا الحقيقة كلنا نايمين مبسوطين نايمين يمكن في وقت متأخر بالليل من كتر السعادة والفرح مش بس بالمكسب زي ما قول لحضراتكم بالأداء ولكن حتى الآن ما تقاهلناش التقاهل بعد ما يتنتهي التسعين دقيقة هنا في القاهرة ان شاء الله انا متأكد ان لعيبة فهمة الكلام ده كويس لان اللعيبة لعيبة بطولة لعيبة النادي الاهلي بيتعلمه ده جوه النادي الاهلي انا عارف كويس ان النادي الاهلي فهم كده ولعبته وشوفنا كابت السيد عبدالحفيز مبارح بعد المباراة بيقول احنا لسه ما تقاهلناش وما فيش مبالغة في الفرحة حتى ان شاء الله نتقاهل النهائي وناخد البطولة وبعا كده نفرح زي ما احنا عايزين الحقيقة بطولة كل ما بتقرب كل ما احنا يعني زي ما بيقولوا يعني بنتشاوى اكتر يا رب يا رب يكرمنا بيها ويا رب ان شاء الله نسعد جماهير النادي الاهلي ونسعد ايضا طبعا كل محبينه على مستوى العالم ان شاء الله بهذه البطولة اللي غابت عنا يعني شوية الحقيقة كان لازم احنا في الاول الاخر احنا يعني مشجعين احنا في الاول الاخر بنحب النادي الاهلي وفي الاول الاخر احنا في صف المشجعين في كان لازم نقول الكلام ده في بداية الحلقة